المختطفون والمغيبون في العراق ملف ساخن آخر على طاولة حكومة مصطفى الكاظمي الحكومة التي لم يمر على تمريرها إلا أيام لكن رئيسها بدأ بملفات عجزة عن حلها الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 وهذا ما تجسد خلال زيارته إلى وزارة الداخلية ولقائه وزيرها عثمان الغانمي ومجموعة من الضباط والمراتب فيها حيث وجه بضرورة استخدام كل إمكانات الوزارة للكشف عن مصير المختطفين والمغيبين مبينا أن الداخلية وزارة كبيرة ومن غير المعقول أن يتعرض المواطنون للخطف والاختفاء دون رادع وعليها متابعة هذه القضايا وحسمها توجيه الكاظمي قوبل بتأييد سريع وفوري من جبهة الإنقاذ والتنمية التي يرأسها أسامة نجيفي عبر إصدارها بيانا رسمي دعت فيه رئيس الحكومة إلى حسم هذا الملف الإنساني الخطير عبر كشف الحقائق وتعويض المتضررين ومحاسبة كل من ساهم في هذه الجرائم مشيرة إلى أن حالات الاختطاف والتغييب القسري جرت في أماكن لم يكن لتنظيم داعش الإرهابي وجود فيها وهذا الأمر دفع أهالي الأنبار المطالبة بالكشف عن مصير المفقودين في سيطرة الرزازة والصقلاوية والفلوجة وغيرها في الفترة التي شهدت معارك التحرير من دنسي الإرهابي أهنذاك المفقودون والمغيبون قصرا ملف مفتوح منذ أيلول سبتمبر الماضي والذي دخل منعطفا هاما بتدخل الأمم المتحدة وإرسال فريق دولي إلى بغداد للتحقيق في الموضوع ليدعو القضاء أهالي المغيبين والمفقودين والمختطفين إلى تقديم معلومات من أجل التحرك لمعرفة مصير ذويهم مهتمون بالشأن العراقي يرون أن نجاح حكومة الكاظمي في هذا الملف الحساس يعيد ثقة المواطن بأجهزة الدولة الأمنية إلى جانب إدخال الفرح إلى قلوب أحرقها ألم فراق أحبائها